جميع الإخوان من جميع الجنسيات المسلمة هنا في تيلبورخ اليوم تلاقاوا الحمد لله وصلوا دون مشاكل دون حتى شي حاجة فعما قريب تتحولون إلى الفتح الجديد يعيشوا ذاك الجو ديال الموصلة اللي كانوا افتقدوا هنا في أوروبا اللهم أتم علينا فرحتنا بالثبات على دينك والله اليوم كان يوما رائعا بامتياز فعليكم بكتاب ربكم وصنة نبيكم التضمون إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد أطلنا عليكم كل مرة ولكن طبعا هذا كان للضرورة وهي ضرورة بناء المسجد وضرورة جمع المال وفي هذا السياق جمع المال نريد أن نعلمكم اليوم بأنه الحمد لله كان عندنا كنا نريد أن نجمع ثلاثمائة وخمسون ألف يورو في هذه السنة في هذا رمضان ولكن بمن الله عز وجل وكرمه وجودكم وصلنا إلى مبلغ يفوق الخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف أورو والله أكبر والله أكبر والله أكبر لكن هل هذا كاف لبناء مسجد الفتح؟ لا طبعا وأريد أن أذكر أريد أن أذكر الجميع الآن أنه على زكاة الفطر الإخوة الكرام زكاة الفطر لا بد أن تخرج قبل صلاة العيد يعني بعد خمس دقائق يأتي الإمام ويصلي بعدها تكون صدقة صدقة وكذلك أريد أن أرجوكم وأسألكم أن تبقوا تساعدوا مسجد الفتح لأن الجمع لا يقتصر فقط على رمضان فقط بعد رمضان سنبقى نجمع المال إن شاء الله ونريد يد المساعدة مالا ومعنويا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله موفر الثواب للأحباب ومكمل الأجر وباعث ظلام الليل ينسخه نور الفجر تقدس أن يخفى عليه باطن السر وظاهر الجهر قدر فلم يحتج إلى معين يمده بالنصر وأجر الأقدار كما شاء في ساعات العصر فهو الذي هدان إليه بواضح الدليل وسليم السر وخصنا من بين الأمم بشهر الصيام والصبر وغسل به ذنوب الصائمين كغسل الثوب بماء القدر فله الحمد إذ رزقنا إتمامه وأرانا العيد الفطر أحمده حمدا لا منتهى لعدده وأشهد بتوحيده شهادة مخلص في معتقده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي نبع الماء من بين أصابع يده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله لقد من الله تعالى علينا بنعمة صيام رمضان وقيامه وهدانا لخير الأعمال فيه وأمرنا بعد ذلك بالتقرب إليه بالتكبير والشكر له فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فلزمنا بموجب هذه الآية الكريمة شكر المنعم عز وجل على آلائه ومننه ومن جملة شكر العبد ربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا عقب ذلك إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكري وقد جاء في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فاعلموا عباد الله أن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وسئل أحد السلف أيهما أفضل رجب أو شعبان فقال كن ربانيا ولا تكن شعبانيا وأنا أقول لكم كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين قالت عائشة رضي الله عنها كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه وإن قل فالمؤمن لا ينقطع عن عبادة ربه ولا يوقت طاعته إياه بالمواسم ولا يمنل من التقرب بالنوافل إلى مولاه ولا يرجو إلا قربه ورضاه ما للمحب سوى إرادة حبه إن المحب بكل أمر يضرع فكل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره وكل ساعة يغفل فيها العبد عن ذكر الله تعالى تكون عليه يوم القيامة تره فوأسفاه على زمن ضاع في غير طاحته وحسرتاه على قلب بات في غير خدمته الله أكبر الله أكبر الله أكبر واعلموا عباد الله أن من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها ويتبعها بطاعة أخرى وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية فاسألوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات وتعودوا بالله من تقلب القلوب والحور بعد الكور فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة اللهم ثبت قلوبنا على دينك الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيا شبان التوبة فيا شبان التوبة لا ترجعوا إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد فطام فالرضاع يصلح للأطفال لا للرجال ولكن لا بد من الصبر على مرارة الفطام فإن صبرتم فإن صبرتم تعودتم على لدة الهوى بحلاوة الإيمان من ترك شيئا لله لم يجد فقده عوضه الله خيرا منه قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم عباد الله إن نبيكم إن نبيكم جاءكم بالبيان الكافي وقابل الأمراض بالدواء الشافي فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبه وبالسبيل الواضح جردا مضلا وبالدواء سما فما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الأمة إلى مذاهب سخيفة وبدع قبيحة فعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيق سبيلا ما زال متسعا ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعا ونهض يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل فإذا طلع عليه صبح العلم افتضح فعليكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم ففيهما بيان حقيقة أمره وسبل النجاة من كيده قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس قد يأس أن يعبده المصلون إن إبليس يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم فحيثما اجتمع المسلمون على الخير والنصح والعبادة فإنه يجتهد في تفريق شملهم وزرع الحقد والبغضاء في قلوبهم ما لا يجتهد في غيرهم فاحذروا عباد الله من كيده ومكره ولا تكون سلاحاً بيده يفرق به الجماعات ويضل به المسلمين والمسلمات فتماسكوا عباد الله وليشد بعضكم بيد بعض وتراحموا فيما بينكم واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون عباد الله اعلموا أن أيامكم في مسجدكم هذا قد أضحت معدودة فعما قريب تتحولون إلى الفتح الجديد فظافروا الجهود وأنفقوا الغالي والنفيس لإتمام تلكم المعلمة التي نرجو الله أن تكون منارة علم وحقلاً لإنتاج قيم العدل والتسامح والإحسان إلى الآخرين فهي مفخرتكم وعزكم وملاذ أطفالكم ودرياتكم وإن شاء الله برهان عن هذا الصدق إيمانكم عند ربكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله لا تنسوا أن هذا يوم عيد قد شرع الله فيه إظهار الصرور والفرح ولبس أحسن الثياب والتزاور بين الأقارب والأحباب فأظهروا فرحة العيد لذويكم ولمن يليكم من غير عدوان ولا معصية وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وتجملوا بصالح الأعمال ليوم العرض الأكبر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اللهم أتم علينا فرحتنا بالثبات على دينك وإحياء سنة نبيك والنظر إلى وجهك الكريم يوم لقائك اللهم أصلح أحوال المسلمين واهدهم سواء السبيل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك جواد كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نحن اليوم نتواجه في مدينة لبيرخ في مسجد الفتر نعيشه أول أيام عيد الفطر وكما نشوفه ما شاء الله كان اكتداد كبير يعني جالية مختلفة جالية إسلامية مختلفة من جميع البلدان الإسلامية وأول مرة كنصليه خارج المسجد كنا في السنوات الماضية كنصليه في القاعدة ديال الرياضة يعني كياخدونا بكل أريحيان أتسان صلينا خارج المسجد ولكن الحمد لله من الإرتسامات ديالنا صلقنا باللي أنهم عجبوا من الحل لأنهم كيعيشوا داك الجو ديال المصلة اللي كان افتقدوا هنا في أوروبا والحمد لله الأمر هذا كل شي بخير وعلى خير وكنتمنى الجميع المسلمين عيد مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله واشر مبركة على الجميع وكان هني الإخوان المسلمين في هذه المناسبة عيد رمضان في مدينة تيلبورغ وتمنى الله تبارك وتعالى يفقنا ويفق الجميع وهذا النهار مبارك عند الله تبارك وتعالى وكنتمنى الله تبارك وتعالى يكمل علينا ويوفقنا ويوفق الجماعات تيلبورغ وإن شاء الله هذا النهر هذا زين كمرة تتشوفوا جميع الإخوان من جميع الزينسيات المسلمة هنا في تيلبورخ اليوم تلاقا والحمد لله وصلوا دون مشاكل دون حتى شي حاجة ولكن أتمنى الله تبارك وتعالى يوفقنا السنة المقبلة إن شاء الله نسلوا في المسجد دينا الصحة والسلامة وأتمنى الله تبارك وتعالى يوفقنا ويوفق الجميع وشكرا أتمنى الله عز وجل أن يجمعنا في رحمته وأن يجعلنا في الجنة الفردوس التضامون عليكم بالجامعة يقصد تهلو في الشباب الشباب هم المستقبل يقدرنا أن ندير واحد تسمية ديالك وواحد ولكن سأخذ لقطة كثيرة نتلب الله عز وجل أن يحفظ شبابنا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أتسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم من صالح الأعمال والصيامة والقيامة واللهم اجعلنا من عتاقاء النار اللهم أمين والله اليوم كان يوما رائعا بامتياز وكان يوما لا مثيل له اليوم اليوم كان فيه عيد ودعوة فيه عيد ودعوة والله الحمد لله نسأل الله عز وجل كل من ساهم في هذا العمل هذا أن يجازيه الله عز وجل بجنة الفردوس آمين آمين بارك الله فيك نطلب الله عز وجل أن يكون هذا يوم يوم مبارك على جميع المسلمين نطلب الله عز وجل كذلك أن يكون اتحادا لنا في هذه الجماعة جماعة البر لنبني المسجد إن شاء الله ويكون معلمة كما قال الإيمان في خطبة نطلب الله عز وجل كذلك أن يعم السلام بيننا وبين المسلمين في جميع أنحاء العالم السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنتاج المسلم الأمازيغي إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد